يبحث مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المرسوم بقانون في شأن الأحداث يهدف مشروع القانون الذي أوصت اللجنة بالموافقة عليه يهدف إلى المعالجة التشريعية لحالة ضبط الحدث في أحدى الجرائم حيث يضيف القانون تدبيرا جديدا إلى التدابير التي يجوز القاضي اتخاذها وهو أخضاع الحدث لبرامج تربوية وطنية تكفل إصلاحه وتدبير المقترح لا يقيد حرية الحدث بل الغاية منها أعطاء المحكمة أعطاها حرية أكبرى في اختيار التدبير المناسب للحدث بما يتناسب مع الفعل الجاني المرتكب وذلك باتباع أفضل الوسائل العلمية لإصلاح الفرد وتأهيده للاندماج في المجتمع